أحمد خليني أبدأ معاك ورشدة تلفز على سانداونز إن شاء الله كو دا دايركت يعني على طول على طول كماش هو الأول طبعا النهاردة يعني أنت في المباراة دي أو في الفترة دي أهم حاجة لإيه لتلات نقاط عشان أنت عندك مباراة مصرية قدام سانداونز خلينا بس نقول برضو بعد الموقف النهاردة كابتن إسلام سريعا المجموعات ترتيب المجموعة دلوقتي انتبقت مجموعة الأهلي للترتيب لو نستعر الترتيب المجموعة هتلاقي الهلال السوداني بقى الأول تسع نقط سانداونز بقى سبعة والنادي الأهلي عنده أربعة والقطن الكاميروني ولا نقطة دا قدامنا الترتيب تسع سمعة أربعة صفر اه ايه اللي يحصل وكله نعب بس الهلال لقى بزيادة مرش اه اللي الوقتي لو النادي الأهلي ليه النادي الأهلي طبعا أحسن نتيجة ليه الفوز على سانداونز تمام بيبقى ان شاء الله يبقى أربعة وثلاثة هيبقى سبعة خلاص عندك مباراتين بعد كده القطن والهلال تقدر ان شاء الله ان انت تتصدر المجموعة في حالة لقدر الله التعادل التعادل مع سانداونز او الخسارة من سانداونز هيبقى النادي الأهلي محتاج ايه هيبقى لسه عنده فرصة في الصعود برضو هيبقى النادي الأهلي محتاج انه مبارات الهلال وسانداونز في السودان اللي هي المبارات اللي بعده مبارات الاهلي وسانداونز ان الهلال السوداني ما يكسبش سانداونز يعني تعادل سانداونز او فوز سانداونز مع الهلال برضو يقهل النادي الأهلي بس ساعتها طبعا الفرصة مش هتبقى بإيدك يعني النادي الأهلي لو كسب يبقى الفرصة بإيده لو لو قدر الله أي نتيجة تانية هتبقى لإيه الفرصة مش في إيده الفرصة هتبقى مستنين أن سانداونز يكسب الهلال أو يتعادل مع الهلال لأنه ممكن يحصل الاتفاق أو حاجة زي كده لا لا طبعا أنديها كبيرة ولا ها احترامها ومعتقدش ما فيش حاجة مضمونة كابتن إسلام بصراحة ما فيش حاجة مضمونة فأنت لازم أولا دي مباراة خلينا بقى نرجع للمباراة المباراة دي مباراة بتنقسم لكذا حاجة أول حاجة أنا بشوف أن المباراة دي مباراة مدرب شخصية مدرب لازم سيناريو للمدرب يحطه مرس الكولر يكون إن شاء الله يتكلم على سانداونز يكون موفق فيه مباراة يوم السابق دي أول حاجة يا بني وبينك مرة كنا بنلعب سانداونز في جنوب إفريقيا فاكر لما كانوا بيلعبوا بالونجين واحد على الخط هناك خالص واحد على الخط الثاني في آخر الدنيا ماتش اتنين اتنين ماتش اتنين اتنين فلافيو جاب جونين لأ براكات اللي جاب جونين فلافيو جاب جونو براكات جاب جونو بس هو اللعبة كتكون لها إيه قال لك منول جوزيح حكى برضو المباراة قال لك إحنا هنلعب لعبة فلافيو وبتريكا حيلفه براكات حيلف من وراهم في الحتة الفاضية وشوء أو أي حد يلعب هالو في الناحية يجب جون جاب جونين بالشكل دي اللي أنا فاكره يعني اللي هو جاب جونين شوفوه ليا جماعة وبراكات اللي جاب الجونين فلافي جاب جون شوطة وبرراك جاب الجونين تاني بنفس الطريقة بنفس الطريقة اللي أنا بقولك عليها دي وبالتالي هي السيناريو هو عامل وقالك هنقفل وهنلعب على اللعبة دي لعب على اللعبة دي جبنا 10-0 وبعلينا 22-22 فهي المباراة سيناريو مدرب وشخصية لعبة لازم لعبة النادي الأهل إن شاء الله يظهر معدنهم اللي احنا مستنيينه في مباراة زي دي هي مباراة بالنسبة لي مباراة الموسم في الأفريقيا في دوري أبطال أفريقيا بإذن الله نقدر إن احنا نحقق من خلالها الفوز بالنسبة لي بشوف إن المباراة دي حاجة من الاتنين بالنسبة لمرسل كولر الحاجة الأول يعني قدامه اتنين سيناريو السيناريو الأولاني إن أنا في أول ربع ساعة أعمق أول ربع ساعة المباراة دي لازم تتقسم ما ينفعش إن أنا روح أضغط عالي طول المباراة والكلام ده لا يا أما يعني النوعين من المدربين مدرب يقولك أنا هروح أضغط أول ربع ساعة أجيب جون وأرجع مدرب تاني يقولك لا أنا هروح أأمن وأفل مساحاتي واختف الشط التاني حتى لو ما كسبتش ما أخسرش أرجع بالتعادل فده ده نوعين من المدربين فطبعا هنا هل مارسل كولر هيختار السيناريو إنه إن أنا أضغطهم في أول المباراة وبين إن أنا نادي الأهلي إن أنا جاي بشخصيتي خايف منهم أحاول أجيب جون هاش على قوجها نظر أن في مثل هذه المباراة الكبيرة تلعبها وجها لكن المباراة الكبيرة التي تلعبها مع الأندي كبيرة الأهلي ناديه أكبر نادي في إفريقيا نادي سانداونس هو أحد من أكبر وأهم الفائق في إفريقيا المباراة دي م逢فاش مين يفرد يعني وجها ناديه نافرد إذا كسب المباراة تُكسب ولا تلعب لا وتلعب برضو ولكن ازاي اكسب مش لازم افرد شخصيتي ولا حاجة انا ممكن العب من نص الملعب والعب على عجمات المرتدة واكسب اول ربع ساعة انت بتوجه رسالة وريال مدريد ما تزعلش مني يعني بارشلونة كسب ريال مدريد واحد سفر لعب ازاي ده ما افلش ده 86 مش عارفت 14% المفروض احنا طول عمرنا عارفين ان بارشلونة مدرسة الاستحواز مدرسة الاستحواز في اي وقت في اي حتة ده هم حتى بيتريقوا على تشافي في ان هو يعني كسب بس يعني نخلينه مش مبسوط صح فانا بشوف ان المباراة دي قدامه اتنين سيناريو بشوف ان في حداك بتزقني بقى على الرشدة لو هنتكلم على طريقة اللعبة بشوف ان النادي الاهلي بصراحة محتاج يلعب 3 4 3 في المباراة دي محتاج يلعب زكا كريم انا معانا التشكيلات يعني انا هنرجع للتشكيلات بس اخد رأيي كريم الاول انا بشوف ان هو ليه محتاج ان انت تلعب بتلاتة اربعة تلاتة انا بشوف ان النادي الاهلي عنده مشكلة دفاعية واضحة في المساحة اللي في ظهر علي معلول واحد من الاسلحة المهمة جدا هجوميا واهم مفتاح لعب في النادي الاهلي بس انت ازاي الوقتي الظاهير حضاك طبعا ظاهير ايمن كنت ظاهير ايمن كبير جدا فانت اكيد حضاك عارف ان الظاهير اكتر واحد بيجري في الملعب اكتر عنصر باكتر واحد بيجري في الملعب هو الباك رايت او الباك الليفت فكميات جاري كتير فانا معلول ماينفعش ان انا استهلكه في كميات جاري كتير او ضغط علي كتير دي اول نقطة النقطة التانية ان انا لازم اعمله ركابة وقائية يعني ركابة وقائية يعني لازم احمي ظهره من الهجمة المرتدة سان داونز يا جماعة والله ما بيلعب قدام النادي الاهل غير على لعبة واحدة في المباراة كلها المباراة دي والمباراة اللي فات اه هم فرقب بتحضر من تحت وبتهاجم وبتعمل من العمق بس المدرب بتاعهم بيرمي بيتر شلول وراء علي معلول حتى الجون الاولاني جيه في المساحة اللي في ظهر علي معلول اتحطط له جون الجون التاني مورينا لما نزل المباراة السنة اللي فاتت مورينا برضو في المساحة اللي في ظهر علي معلول فانا انا ميال ليلي التلاتة لان وجود مثلا واحد زي حمد فاتحي ما بين عبد المنعم وياسر حيخلي عبد المنعم يرحل عبد المنعم واحد من المكاسب المهمة جدا في الواحد افضل مدافع في مصر فانت لما تخليه يرحل في ظهر معلول ابقى انا استخدمت حمد ظهر معلول وفي نفس الوقت خليت معلول يقدر يهاجم بقار يحية خاصة ان المباراة مش مستحملة المباراة الساعة 3 العصر في اجواء صعبة انت لسه هتسافر بكرة الصبح هيسافروا بعد التمرين هياخدوا 8 ساعات طيارة اه مش هصاله جرب الليل مسلا اه يعني انت بتتكلم يوم الاربع طار خلاص لا الاربع خلاص شكرا اه خلي بالك انا كقدر عملت ايه المفروض كنا هيسافروا طيران عادي قالك لا هنسافر بطيران خاصة برضو اه فانا ما يلت 3-4-3 دي هتديك انا انا عايز اقفل العمق ساندونز دلوقتي ما بيعملوه ما بيهاجمه من العمق بشكل قوي جدا فانا لما حط واحد فوسط في العمق اللي هو التلاتة مثلا زي حمد فاتحي اقفلت العمق النحية التانية حمد ضهر معلول وحمد هاني على الاطراف واقدر ان انا اعمل هجمة مرتدة بقى في المشاكل الدفاع اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في حالة ساندونز انهم عندهم مشاكل ورد ظاهرين واضحة